العالم العربي كله من شرق والغرب كان بيتابع بالأمس القمة العربية الـ 32 اللي انعقدت في جدة سبب الاهتمام بهذه القمة هل الاهتمام بهذه القمة يعني مبالغ فيه هل الاهتمام بهذه القمة راجع للأضايا اللي بتنظرها أو بينظرها القادة والزعماء العرب واللي كانت موضوع على الطاولة ولا السبب هو الظروف الدولية والإقليمية والعربية الحيث تساؤلات كثيرة تطرح لما بنجي نتكلم عن القمة العربية وأبرز المشاهد اللي دارت في هذه القمة وأبرز التفاصيل اللي مرتبطة بهذه القمة اللي انعقدت طبعا زي ما قلنا في جدة وخرج منها إعلان جدة أو البيان الختامي المكون من 12 خطوة واللي هنتكلم أكتر عن تفاصيله وهنتكلم أكتر عن دور وحجم المشاركة المصرية في هذه القمة واللي كان أيضا لها نقاط مفتاحية مهمة لكن بالعودة للفكرة الأساسية متابعة العالم العربي كله من شرقه لغربه لهذه القمة ومجريتها ووقائعها والنقاشات اللي ارتبطت بيها ودارت من خلالها هو أمر مهم جدا بالتأكيد كل القمم العربية مهمة بالتأكيد أنه تاريخ العرب نفسه يعني على مدار أعوام طويلة كان فيه تحديات كثيرة وكان فيه أزمات كثيرة أبدا ما نقدرش نقول أنه تاريخ العرب كان وردي أو كان سالس أو كان سهل تاريخ العرب أقل ما يوصف بيه بأنه كان عاصف على مدار أكتر من سبعين سنة يعني من أول تأسيس الجامعة العربية مرت القمم العربية الحقيقة أو مر العرب بشكل عام بتحديات كثيرة جدا بعضها وجودي بامتياز بعضها بيتعلق بوجود الدول العربية من الأساس نتكلم عن قيام دولة إسرائيل بنتكلم عن تحديات تتعلق بالتدخلات الخارجية تحديات تتعلق بالأوضاع الدولية اللي احنا دايما متأثرين بها وإحنا لا نقتلنا ولا جمل فيها زي الحرب العالمية وشوفوا برجع مع حضراتكم لحد فين فالقمم العربية كلها مهمة والقمم العربية كلها بتؤشر تحديات كبيرة مر بيها العرب أو بترمز للتحديات كبيرة وجسيمة مر بيها العرب على مدار عشرات الأعوام وعلى مدار عشرات السنين بعض المؤرخين لما بيجوا يتكلموا عن التاريخ يعني يختلفوا شوية في تفسير طريقة دراسة التاريخ البعض يقولك أن التاريخ ده ماشي في مصار واحد وأنه الأحداث فيه تعيد نفسها باستمرار وتعيد انتاج نفسها طول الوقت فيه كأنه ما يشبه الموجات كأنه التاريخ ده موجات تتكرر كل فترة كل عشر سنين كل عشرين سنة والبعض الآخر يقولك أنه أحداث التاريخ منفصلة كل حدث ملوش علاقة بالتاني لو العوامل الخاصة بي لو المحددات الخاصة بي لو ما يفسروا لو ما يبرروا لكن عشان نفهم تحديدا القمة دي القمة الـ 32 المنعقدة فيه جدة إيه سبب أهميتها وليه هي مهمة بهذا القدر ده يستلزم مننا عودة سريعة للتاريخ عشان نشوف مصار التاريخ ماذا حمل للعرب وإيه الملفات اللي كانت أو إيه الأضايا اللي كانت دايما العنوان الرئيسي في بعض أهم القمم العربية على مدار التاريخ والجامعة العربية طبعا هي أقدم منظمة إقليمية في العالم نشأت بعض الحرب العالمية التانية على مدار عشرات الدورات في أكتر من دولة عربية من ساعة 1945 خرج من الجامعة العربية مئات القرارات اللي بتفرق وتم الشارع العربي القمة من العربية نفسها مرت بمراحل عدة يمكن أولها وهنرجع بقى زي ما قلنا كده عودة سريعة إلى التاريخ كان في قمة مايو 1946 في أنشاص برسكندرية دعا لها الملك فاروق بحضور الدول السبع المؤسسة للجامعة العربية إيه اللي لافت في هذه القمة أو إيه اللي كان مهم في هذه القمة هو الدعوة لوقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين وتحقيق الاستقلال وتشكيل حكومة تضمن حقوق كل سكان الشرعيين والتأكيد على عروبة فلسطين هذه القمة يعني بالمناسبة كانت وكأنها تقرأ أو تتنبأ كده بالمصار اللي تجهت لي الأحداث الخاصة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي واللي قدت لي قيام دولة إسرائيل فيما بعد ده بيقضني مع حضراتكم للقمة اللي بعد كده اللي هي قمة أيضا كانت مهمة جدا قمة نوفمبر 1956 دي كانت في العاصمة اللبنانية بيروت وكان الهدف منها هو دعم مصر ضد العدوان الثلاثي والتأكيد على وحدة طبعا الأراضي المصرية دي كان دعا إليها الرئيس اللبناني كاميل شمعون البيان الختامي الخاص بالقمة دي كان بيؤكد على دعم مصر في موجهة العدوان الثلاثي وسيادتها على قناة السويس وكان فيه تعبير مهم أو بعض البنود المهمة اللي بتتكلم عن الدعم لنضال الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي نروح بقى لقمة أخرى مهمة جدا وهي قمة يناير 1964 دي كانت في القاهرة في مصر وهنا تم اكتساب الصفة الرسمية للقمم العربية وده كان تحول مصيري بالمناسبة في تاريخ الجامعة العربية باكتساب القمم العربية للصفة الرسمية وكان فيها ما وصف أنا ذاك بتنقية الأجواء العربية من الخلافات في أغسطس سبتمبر 1967 في الخرطوم القمة الشهيرة اللي يتحدث عنها التاريخ وهي قمة اللقات الثلاث دي طبعا كانت بعد ناكسة يونيو 67 وكانت بتوجه لإسرائيل ثلاث لقات أول حاجة لا صلح لا مفاوضات ولا اعتراف دي كانت طبعا القمة الشهيرة جدا والتي تعتبر واحدة من العلامات الفارقة في تاريخ العرب وصولا إلى قمة نوفمبر 1973 في الجزائر بعد انتصار أكتوبر كانت بتؤكد على دعم مصر وسوريا وطبعا انعقدت أيضا بطلب من مصر وسوريا بعد حرب أكتوبر وأكدت على ضرورة التحرير الكامل لكل الأراضي اللي احتلتها إسرائيل في سنة 67 وقررت استكمال تقديم الدعم المالي والعسكري المصري السوري ضد العدو الصهيوني انتقل بقى أو ينتقل التاريخ العربي ويفكر التاريخ العربي قمة نوفمبر 1978 في بغداد بالعراق ودي كانت واحدة من المحطات المهمة في علاقة مصر بالدول العربية وعلاقات الدول العربية وبعضها البعض لأنه وقتها العرب رفضوا اتفاقية كامب ديفيد وقرر انهم ينقلوا الجامعة العربية إلى تونس نتيجة العدم موافقتهم على الاتفاقية السلامة اللي عقدتها مصر مع إسرائيل وأكدت التمسك بتطبيق قرارات المقطعة العربية الإسرائيل وقتها العرب كانوا مصممين على فكرة مقطعة إسرائيل وتم بالفعل نقل مقار الجامعة العربية من القاهرة إلى تونس تبدلت الأحوال تماما فيما بعد وتحديدا في قمة نوفمبر 1987 في عمان بالأردن اللي شهدت إنهاء المؤطعة مع مصر وعودت العلاقات الدبلوماسية من جديد وفي نفس الوقت إعادة يعني بغير إعادة العلاقات الدبلوماسية رجعت الجامعة العربية للقاهرة سنة 1990 القمة اللي بعدها كانت برضو بمثابة تطور في علاقات الدول العربية بإسرائيل لأنه طرحت في 2002 وتحديدا في قمة مارس في بيروت طرحت مبادرة السلام العربية ودي أحد أهم القمم العربية وأحد أهم المرجعيات اللي يعني يتم إقرارها الحد دلوقتي لما بيجي نتكلم عن القضية الفلسطينية هي مبادرة السلام اللي اقترحها ولي العهد السعودي في الوقت دوت وتنص على إنهاء الاحتلال اللي حصل للأراضي الفلسطينية بعد 67 في مقابل السلام العربي مع إسرائيل واقترحها الأميرة عبدالله بن عبدالعزيز والتي تعرض على إسرائيل طبعا أنه تنسحبوا من الأراضي اللي احتلتوها مقابل سلام شامل مع الدول العربية في نوفمبر 2011 في القاهرة تم تعليق عضوية سوريا في الجمعة العربية بقرار من وزراء الخارجية العرب نتيجة لأحداث اللي شهدتها سوريا واللي قرروا في هذه القمة المهمة أنه يتم تعليق عضوية سوريا لحين التزام الحكومة السورية بتنفيذ بنود المبادرة العربية في 2019 قمة مكة المكرمة هي قمة غير عادية الهدف منها كان بحث الهجوم على محطتين لدخل نفط في السعودية وكان تطور أيضا مهم يشير إلى بعض التفاصيل في المشهد اللي بتتعرض للمملكة العربية السعودية من الجانب الأمني قمة الجزائر في 2022 القمة السابقة على طول طبعا دي جات بعد توقف ثلاث سنين بسبب جائحة كورونا وكان التركيز الأساسي على مركزية القضية الفلسطينية وكانت أول قمة بيلتقي فيها القادة والزعماء العرب بعد توقف ثلاث سنين بسبب الجائحة والعنوان الأساسي كان مركزية القضية الفلسطينية والتمسك بمبادرة السلام العربية ورفع الحصار عن غزة وصولا إلى القمة الحالية وهي قمة جدة 2023 اللي هنشرح مع حضراتكم تفاصيلها وبنودها وأبرز النقاط اللي جاءت فيه البيان الختامي وهنشرح أيضا الملابسات المتعلقة بالقمة دي وليه هي بتسمى النهاردة بالقمة الاستثنائية وليه النهاردة بيطلق عليها قمة لم الشمل أو قمة التكاتف العربي أو قمة تغيير المشهد العربي اشتركوا في القناة